مساء الخير بدأت مرحلة الهبوط التدريجي عن مدرج العام 2023 لتسلم السنة جمرات النار إلى خليفتها من دون التزامات بتبريد أرض الحروب ففي اللهيب اللبناني المعلق على شبغة غزة أفرغت إسرائيل اليوم فائضا من المخزون الحراري على قرى وبلدات حدودية ورفعت من لهجة خطابها الناري غارات وقصفا وطائرات تجسس وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وطاب لها التحليق لساعات بصوت بلغ الشرفات ولم تتهاون المقاومة في ردها فقصفت مواقع ودشمن وتحصينات إسرائيلية في الوقت الذي كانت تشيع فيه عددا من شهدائها وعلى رقعة التوتر جنوبا جاءت الملفات في الداخل لتعلن الترحيل إلى العام 2024 يتقدمها حرب الأركان بين الدولة والتيار الوطني الحر ممثلا بوزير الدفاع موريس سليم ولما كان سليم يدرس سبول الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش جزيف عون فقد تلقى طعنطا من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة حفظت الكتب المتعلقة بفساد المؤسسة العسكرية وتبين للدوان أن الهبات سليمة وبياناتها مدققة وحتى أن صفقة شراء الأحذية والرينجر للعسكريين ارتفعت صحيحة في وجه وزير الدفاع عندما اتضح أنه جرى تمويلها بالكامل من الأموال الخاصة العائدة للجيش اللبناني وليس من الأموال العمومية وكل هذا المسار العسكري على بياض لم يمنع أعضاء في الحكومة من محاولة رد وزير الدفاع إلى بيت الطاع الوزاري وإجراء صلحة مع رئيس الحكومة على الرغم من أن ميقاتي اختصر العلاقة معه وأجر دليت للتواصل المباشر مكتفيا بالتخاطب عبر المرسيل ورحلة التفاوض على استرجاع وزير الدفاع الأسير لدى التيار تبدو أكثر صعوبة من التفاوض على صفقة الأسرى لدى حماس والتي اتخذت زخما كبيرا في الساعات الماضية بعد وصول وفود من الحركة إلى القاهرة وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن العديد من الدول تدعو إلى نهاية النزاع ونعمل على التوصل إلى هدنة على غرار ما سبقها نواصل الانخراط مع عدد من البلدان لمحاولة حل قضايا عالقة بشأن قرار مجلس الأمن عن غزة وقال إن الغرض من مشروع القرار الأممي هو تسهيل المساعدات لغزة وتوسيعها ونحن نؤيد ذلك تماما ويستدل من كلام بلينكين أن الولايات المتحدة أصبحت في حرج من أمرها إذا ما استخدمت الفيتو مرة جديدة في مجلس الأمن ومنعت وقف إطلاق النار فهذا المشروع المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة أرجع التصويت عليه للمرة الرابعة بهدف تحسين لغته وشروطه حتى لا يكون قابلا للطعن الأمريكي ورفع اليد بالفيتو وضمن المشروع قدمت الإمارات كل جهدها الدبلوماسي وصارت بين أحرف النار واعتمدت خطا صلبا يفاوض ويعدل من دون أن يتخلى عن المهام الإنسانية بالدرجة الأولى ومع التعدلات الطارئة فإن واشنطن صارت مع تأجيل جلسة مجلس الأمن لكنها لن تتجرأ هذه المرة عليه سياسية أو على سياسة رفع اليد لأنها ستكون في مواجهة أربع عشرة دولة عضوا داخل المجلس أيدت قرار وقف إطلاق النار ومائة واثنتين وخمسين دولة صوتت له في الجمعية العامة ووراء كل هذه الدول والشعوب شوارع ثائرة ترفض الحرب على غزة وتضغط على أنظمتها وحكوماتها وقد أصبحت سلطاتها معلقة على حبال الدم في غزة ولعل الولايات المتحدة أبرز من يتلقون النتائج في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ طلائعها مع بداية العام وهي أعطت في صندوق الرئيس جو بايدن أدنى مستوى في تاريخه إذ تخلف عن دونالد ترامب وسائر المرشحين في أكثر من عشرة استطلاعات للرأي لكن بايدن قال لمستشاريه بعد توبيخهم إنكم تستندون إلى استطلاعات خاطئة والصوت الأمريكي ينتقل من الشارع إلى مجلس الأمن الذي يتحضر لجلسة حاسمة تضع الفيتو على المحك وترفع إمارة بعلامة النصر الدولي يقودها اقتراح الإمارات ترجمة نانسي قنقر